حلقة جديدة من اوكتوس فارماسيست او تو سي برودكت واللي هنتكلم فيها عن منتج جديد في السوق بيسموه الهوميرا او المادة الفعالة الادالي مماب مادة مهمة جدا في علاج الصدفية قولون التقرحي وزي الروماتويد تعالوا في حلقة النهاردة نتعرف على الحقنة دي ازاي نعلم المريض انه يستعملها بشكل سليم ويطرى النوع ده من العلاجات اللي بنسميه المونوكلونال انتيبادي ازاي بيشتغل في الجسم ويطرى امتى ممنوع نستخدم اليوميرا وهل ممكن نستعملها في حالة الحمل والرضاعة ولا لا ويطرى ايه هي الجرعات بتاعت اليوميرا بناء على الامراض اللي هيعالجها حلقة النهاردة حلقة داسمة جدا مش عاوز اي صيدالي او صيدالانية يفوتها خليكم معايا السلام عليكم انا حسين لطفي وهذاك بتتابع قناة اوكتوس فارماسيست وحلقة جديدة من اوكتوس فارماسيست او تو سي برودكت اهلا بيك في البداية دي العنوين اللي هنتكلم عنها في حلقة النهاردة وهتلاقيها موجودة في الوصف اسفل الفيديو بنفس الترتيب ده قدام كل عنوان الدقيقة اللي هيبدأ عندها وكمان الفيديو هتلاقي البار بتاعه متقسم بناء على العنوين لو حابب تعرف كل حاجة عن اليوميرا خليك معانا من اول لاخر دقيقة تعالوا كده في البداية نتعرف على خطوات استخدام ألم اليوميرا الخطوات اللي المفروض حضرتك بتعلم عليها المريض اللي هيستخدم اليوميرا طبعا الألم بيتحفظ في التلاجة وقبل الاستخدام تقريبا بربع ساعة نطلعه كده يهدى من البرودة خلي بالك لما نقول التلاجة يعني ممنوع انه يتحط في الفريزر ممنوع التجميد الألم بيتحفظ في درجة حرارة ما بين 2 ل 8 درجات مقوية لو الألم حضرتك نسيته برا التلاجة عادي جدا بيفضل فعال لغاية 14 يوم بس أهم حاجة الحرارة اللي هيكون فيها تكون تحت الـ 25 درجة مقوية طالما هيستخدم في خلال 14 يوم فما فيش مشاكل الألم بيجي جاهز بالإبرة بتاعته لأن كل ألم عبارة عن جرعة واحدة منفصلة بنستخدم الألم وبنرميه فيش باك صغير موجود في وسط الألم بص عليه كويس لازم السائل يكون شفاف مفيش فيه أي شوايب تماما كده الألم بتاعك ممكن يستخدم وحرارته بقت مناسبة للحقن الأماكن المفضلة لحقن الهوميرا في البطن تحت منطقة السرة وفي منطقة الأفخاد وخلي بالك مع كل حقنا لازم بنبعد مسافة 3 سنتي عن آخر مكان اتحقنت فيه الجرعة اللي فاتت خلي بالك الحقن لازم يكون في جلد سليم يعني الجلد ما يكونش محمر أو ملتهب ما يكونش فيه جروح ما يكونش جلد صلب جدا زي في حالة الصدفية لازم الجلد يكون سليم نضف الجلد كويس بمسحة طبية واسيب الجلد ينشف امسك الألم بتاعك بشكل أفقي من النص وشيل الغطى اللي مكتوب عليه رقم واحد وما تلمسي أي حاجة تحت الغطى تماما وإنت بتسحب الغطى ممكن قطعة بلاستيك تقع مفيش مشكلة ما تلاقش إحنا مش محتاجين القطع دي هنا شيل الغطى رقم اتنين تحت منه هيبقى المضرب اللي هنحقن به الحقنة زي بتعلمنا قبل كده في سلسلة السكر إزاي بحقن الإنسولين تحت الجلد هنا بنفس الطريقة لأن العلاج بتاعنا بيستخدم تحت الجلد بتعمل فولدينج للجلد بإيدك الشمال امسك الجلد حط الألم على الجلد بشكل عمودي وخلي بالك الشباك الموجود في وسط الألم يكون مواجه ليك علشان تشوف حقن السائل بشكل سليم هنا اضغط الزرار الأحمر وهتسمع صوت تكة خليك على نفس الوضعية دي لمدة عشر ثواني ولما الحقنة تخلص هتشوف العلامة الصفرة بالشكل ده دي معناها إن الحقنة انتهت شيل الألم بتاعك ما تدعكش مكان الحقنة خلي بالك ممكن تطلع نقطة دم بعد الحقنة ده عادي حط قطنة صغيرة أو لازق جروح بدون ما تدعك المكان بشكل كبير العنوان الثاني معنا النهاردة وهو يا ترى الأدوية من مجموعة المونوكلونال أنتيبادي إزاي بتشتغل في الجسم إيه هي طريقة العمل بتاعها الميكانيزم في أكشن إيه واللي هنقوله النهاردة بينطبق على أي علاج حضرتك هتقابله يكون مصنوع من المونوكلونال أنتيبادي جهاز المناعة بتاعنا فيه خلايا أنواحها كتير جدا لكن فيه عندنا نوع من أنواع الخلايا المتخصصة Specific Immune System بنسميها البي سيل أو البي لينفوسايت سيل ولما نقول أن الخلايا دي متخصصة معناها أني ليها طرجة معين فقط بتشتغل عليه البي سيل بيكون على السطح بتاعها بروتين بنسميه الأنتيبادي وكل نوع من البي سيل الأنتيبادي اللي عليها بيكون Specific زي ما عرفنا طيب تعالوا ناخد مثال على الحكاية دي هنفطرد أن الشخص اتصاب بفيروس الإنفلونزا ساعتها خلايا المناعة اللينفنود هتطلع البي سيل اللي محفوظة فيها تقوم البي سيل تنتج على السطح بتاعها أنتيبادي بيهاجم فقط فيروس الإنفلونزا لكن خلي بالك الأنتيبادي ده هيبقى فعال فقط ضد فيروس الإنفلونزا ومش فعال ضد أي نوع تاني من أنواع الفيروسات البي سيل بتنتج أنتيبادي Specific لو أول مرة جسمك يتصاب بفيروس معين جسمك بيكون نوعين من البي سيل النوع الأولاني بيسموها بلازما بي سيل اللي بيهاجم الفيروس وبيقتله وبيشتغل عليه زي ما هنعرف والنوع ده من الخلايا بيكون ملايين الأنتيبادي علشان تكون فعالة أما النوع التاني من البي سيل فبينسميه Memory Basel أو الذاكرة بتاعت البي سيل اللي بعد ما المرض بينتهي الجسم بيبدأ يخزنها في اللينف نود علشان الشخص لما يتصاب بالفيروس أو المرض ده مرة تانية يطلحها وينشطها ويكون منها كمية أنتيبادي كبيرة تعالوا بقى نتكلم على الأنتيبادي أو اللي بنسميه الاميونو جلوبيولين الأنتيبادي عبارة عن خطين من سلاسل البروتين 2 light chain و 2 heavy chain وبتبقى واخدة شكل حرف الواي القاعدة بتاعة الأنتيبادي بنسميها FC Portion ودي بتبقى سبتة في كل أنواع الأنتيبادي في الجسم ودي اللي بتثبت الأنتيبادي على الخلايا المناعة بتاعة الجسم يعني على سبيل المثال الماكروفاج اللي هو من ضمن خلايا المناعة هتلاقي على السطح بتاعه FC Receptor يثبت أي أنتيبادي عليه أما الجزء العلوي من الأنتيبادي ده بقى عبارة عن قصة كبيرة جدا ده بتغيير الأحماض الأمينية بتاعته ممكن يديك ملايين الأشكال المختلفة بناء على نوع البروتين اللي هيتربط عليه معنى كده الأنتيبادي ممكن تهاجم خلايا سرطان ممكن تهاجم أدوية ممكن تمسك في مواد مشعة ممكن تهاجم خلايا مناعية تانية ممكن تهاجم الفيروسات أي نوع من أنواع البروتين الأنتيبادي ممكن يتكون ضده زي ما قلنا البيسل بتدور على جزء مميز فريد وتقفش فيه عن طريق الأنتيبادي يجي بقى هنا السؤال الأنتيبادي لما راح اتربط مع أي حاجة من الحاجات الغريبة في الجسم اللي احنا بنسميها الأنتيجن يا طارق الأنتيبادي ده هيعمل إيه؟ المركب اللي بيتكون ما بين الأنتيبادي والأنتيجن بنسميه أنتيجن أنتيبادي كومبليكس وده ممكن يحصل منه كذا حاجة أول حاجة ممكن الكومبليكس ده يهيج نوع من أنواع خلايا المناعة يعني على سبيل المثال خلايا زي التيسل التيسل بيكون موجود جواها مركبات سمة جدا بنسميها السايتوكاينز اللي ممكن تدمر الفيروسات والسرطان وغيره أو الأنتيبادي يروح يتربط مع التوكسن أو السموم بتاعت الفيروس وتعادله وتخليه ملوش أي لازمة ولا يعمل أي مشاكل على الجسم أو ممكن الأنتيبادي تروح تقف المستقبلات على الأنتيجن وتلخبط الوظيفة بتاعته تخليه ما يعرفش يعيش ما يعرفش يصيب خلية سليمة ما يعرفش ياخد الغذى بتاعه بشكل سليم أو الأنتيبادي تلزق مع بعض على سطح الأنتيجن وبالتالي تمنعه خالص من الحركة ودي اللي بيسموها الأجلوتينيشن أو الأنتيبادي بتاخد الأنتيجن وتخلي خلال مناعة تبلعه وتدمره زي اللي بيحصل في حالة الأوبسونين فورميشن ودي بتحصل مع الماكروفاش طيب تعالوا نتعرف كده على مثال حي بيحصل فعليا في الجسم في حالة سرطان السدي اتكلمنا قبل كده في حلقة منفصلة عن سرطان السدي وهسيب لك اللينك بتاعها في الوصف أسفل الفيديو على سطح سرطان السدي في مستقبلات اسمها HER2 receptor والمستقبلات دي فريدة يعني مش هتلاقيها موجودة غير على سطح سرطان خلايا السدي والمستقبلات دي عبارة عن بروتين والمستقبلات دي فريدة يعني هتلاقيها فقط موجودة في حالة سرطان السدي كده الجسم بيكون مقابل لها أنتيبادي احنا بقى ممكن نصنع الأنتيبادي ده في المعمل طالما صنعناه في المعمل يبقى هنسميه monoclonal antibody وكلمة monoclonal معناها نوع واحد فقط من الأنتيبادي بيهاجم نوع واحد فقط من الأنتيجن ولما الأنتيبادي هيهاجم الأنتيجن متاعنا اللي في الحالة دي هيبقى الهيرتو ريسبتور اللي موجودة في سرطان السدي هيبدأ يشتغل معاها بنفس الطرق اللي احنا قلناها ويضمر خلايا السرطان بشكل طبيعي آخر نقطة عاوزين نتكلم عنها وهو إزاي بنصنع الأنتيبادي ده في المعمل بناخد الأنتيجن أيا بقى كان الأنتيجن سواء نوع من أنواع السرطان أو نوع من أنواع الفيروسات أو البكتيريا وغيره ونحقنه في الفيران خلايا المناعة بتاعت الفيران هتطلعلي البيسل بيسل مضادة للأنتيجن اللي احنا حقنينه ناخد بقى احنا البيسل دي ونخلطها مع خلايا أورام ميلومة سل فتديني خليط بنسميه الهايبردومة طيب واحنا ليه بنعمل الحكاية دي لأن خلايا الأورام بتتكاسر بشكل سريع جدا فتقوم تديني بسرعة خلايا بيسل بكمية كبيرة جدا وخلايا البيسل وهي بتتكاسر هتدينا أنتيبادي بكمية كبيرة نجمعه ونعمل العلاج بتاعنا أو المونوكلونال أنتيبادي الهيوميرا اللي بنتكلم بقى عنه النهاردة المادة بتاعته بنسميها الأدالي مماب ودي زي ما عرفنا عبارة عن مونوكلونال أنتيبادي أنتيبادي مصنعينه في المعمل عرفنا أن النوع ده من العلاجات بيبقى سبيسيفك يعني شغال على حاجة واحدة فقط في الجسم الأدالي مماب بقى شغال ضد إيه بالظبط شغال ضد تيومر نيكروزيس فاكتور ألفا وده نوع من أنواع السايتوكاينز هتقول لي استنى بس لتيومر نيكروزيس ألفا ده المفروض أنه بيكون مادة موجودة جوه خلايا المناعة يعني موجود جوه التيسل والبيسل اللي لما بيحصل كومبليكس خلايا المناعة بتفرز لي السايتوكاينز دي علشان تروح تدمر الأجسام الغريبة طيب ليه هنا أنا بستعمل أنتيبادي أنا مصنعه ضد حاجة طبيعية موجودة في الجسم ببساطة في أمراض مناعية كتيرة بيبقى السبب بتاعها أن الجسم بيفرز المواد دي السايتوكاينز بشكل غير سليم بشكل مبالغ فيه تقوم تعمل لي التهابات في الجسم فوظفة العلاج هنا أنه يروح يخفض لي خلايا المناعة دي اللي عملا لي أصلا المشكلة دي طيب الأدالي مماب أو الهيوميرا إيه هي الأمراض اللي بيعالجها عندنا خمس أمراض مناعية الهيوميرا بيبقى فعال ليها وليه بس الخمس أمراض دول؟ لأن السبب الرئيسي في الأمراض دي هو زيادة معدل لتيومير نيكروسيز فاكتور ألفا أول مرض وهو القولون التقرحي أو الإنفلاماتوري باول ديزيز زي الألسريتوف كولايتس وزي كروهون ديزيز عندنا مرض الصدفية أو السورايسيز اللي اتكلمنا عنه في حلقة منفصلة وهسيب لك اللينك بتاعه في الوصف أسفل الفيديو عندنا حالة الروماتويد الروماتويد أرسريتس وعندنا مرض الأنكيلوزينج سبوندولايتس وده اللي بيسموه التهاب الفقرات التصلبية وده ببساطة بيحصل لما خلايا المناعة تهيج واتطلع لي سايتو كاينز بشكل عالي تقوم تعمل التهاب في الفقرات تخليها تبقى متصلبة بتخلي الفقرات تلزق في بعض الحركة بتبقى ضعيفة جداً وطبعاً هيبقى فيه ألام شديدة جداً مع الحركة الطبيعية لدرجة إن الشخص فعلاً ما بيعرفش يتنفس بشكل طبيعي عندنا التهاب القزحية أو اليوفايتس والمشكلة دي ممكن فعلياً تدمر نسيج العين كل الأمراض دي السبب الأساسي بتاعها هو ارتفاع معدل تيومر نيكروسيز فاكتور بشكل غير طبيعي أنا العلاج بتاعي بقى الأدالي مباب هيروح يخش يهاجم لتيومر نيكروسيز فاكتور يعني هيعتبر السايتو كاينز ده هو الأنتجن بتاعه اللي هيروح يمسك فيه ويقلله للمعدل الطبيعي تقوم كل أعراض الأمراض دي تختفيه بشكل طبيعي العنوان الثالث معنا النهاردة وهو ايه هي الكونترا انديكيشن بتاعة الدواء دوت أو مين هم الناس اللي منستعملش معاهم الهيوميرا خدها ببساطة كده أي أدوية مونكلونال أنتيباضي هتخفض للمناعة هتعرض الشخص مباشرة لخطر العدوى معنى كده أي حد فعلياً عنده عدوى في الوقت الحالي أو أي حد حلته الجثمانية معرضة لعدوى يعني بياخد أدوية تخفض المناعة كل الناس دي ممنوع معاها استخدام أي علاج زي الأدالي مماب أو غيره يعني واحد بياخد كورتزون بجرعات كبيرة وفترة كبيرة أو بياخد أدوية زي الميسوتريكسيت أو حد عامل زراعة أعضاء لأن طبيعي أنا بعد زراعة الأعضاء بدي أدوية تخفض المناعة علشان الجسم مايرفضش العضو المزروع أو في حالة مريض سكر أو أي حد عنده مرض الإيدز أو مرض السل الرئوي أو أي حد عنده التهاب فيروس كابدي زي الهباطايتس بي والهباطايتس سي طيب ده كله ليه؟ ببساطة انت خفضت النوع معين من خلايا المناعة خفضت المواد السحرية اللي كانت موجودة جو خلايا المناعة السايتوكاينز والمواد دي فايدتها كبيرة جدا بتقلل من خطر الإصابة بأمراض كتير زي الأورام والسرطانات بتقلل خطر الإصابة بعدوى فيروسية وبكترية زي مثلا حالة التي بي وزي حالة الإيدز فلما تخفض انت المواد دي بتزود جدا احتمالية العدوى أو الإصابة بالأمراض دي علشان كده العلاج ده ممنوع يتصرف إلا تحت إشراف طبيب لازم الطبيب يقيم الحالة كويس جدا ويتأكد إن حالة الجسم تسمح باستخدام النوع ده من الأدوية العنوان الرابع معنا النهاردة وهو إيه هي الجرعات المستخدمة مع الهيوميرا أو الأدالي موماب الأدالي موماب المتوفر عندنا في السوق عبارة عن ألم جاهز وطبعا ده أسهل بكتير في الاستخدام وهتلاقي منه تركيز 20 ميلي جرام و40 ميلي جرام و80 ميلي جرام الجرعات دي معناها الجرعة اللي موجودة في ألم واحد فقط في حالة الروماتيزم في حالة الصدفية في حالة التهاب الفقرات التصلبي بتبقى بنفس الجرعات وبنفس الطريقة بناخد حقنا بتركيز 40 ميلي جرام تحت الجلد كل أسبوعين وده في حالة إنها استخدم معها أدوية تانية مخفضة للمناعة زي الميسوتريكسيت لكن في بعض الحالات الدكتور ما بيحتاجش معها أدوية تانية وبيخلي الجرعة مرة كل أسبوع أما في حالة القولون التقاروحي في حالة الإنفلاماتوري باول ديزيز الجرعة بتبقى أعلى حبتين أول يوم بناخد 160 ميلي جرام يعني حقنتين بتركيز 80 أو 4 حقن بتركيز 40 وبعد أسبوعين بناخد النص يعني ناخد حقنة بتركيز 80 وبعديها نفوت شهر كامل وبعد كده نستعمله بالطريقة العادية 40 ميلي جرام تحت الجلد كل أسبوعين أما في حالة اليوبيوتايتس أو التهاب القزحية الجرعة بتاعته بتبقى مختلفة بشكل بسيط أول جرعة بتبقى 80 ميلي جرام وبعد أسبوع هندي جرعة 40 ميلي جرام وبعد كده بنكمل بنفس الطريقة العادية 40 ميلي جرام كل أسبوعين أما في حالات الأطفال عندنا شرطين عشان نستخدم معاهم الأدالي مماب لازم الطفل يكون فوق السنة ولازم يكون وزنه فوق العشرة كيلو وده الجدول بتاع استخدام الأدالي مماب مع الأطفال في حالة مرضى الكبد أو مرضى الكلا ما بحتاجش أغير تماما أي جرعات ما فيش مشاكل على المرضى دي من استخدام الأدالي مماب بالنسبة للتطعيمات هل ينفع أستعمل تطعيم مع الأدالي مماب؟ آه ينفع إلا حالة واحدة فقط حالة إن أنا هدي تطعيم هيبقى عبارة عن Life Attenuated Virus يعني التطعيم عبارة عن فيروس ولكن ضعيف بس خلي بالك ده مش معناه إن الفيروس ميت لا الفيروس حي ولكن ضعيف لكن في حالة مريض هياخد الأدالي مماب فأنا هخفض جدا المناعة بتاعته معنى كده إن الفيروس اللي أنا مديه ده ممكن ينشط ويصيب المريض ده بعدوة علشان كده اللي هياخد تطعيمة الإنفلونزا عن طريق البخاخ بتاع الأنف ممنوع عليه لأن البخاخ بتاع الأنف عبارة عن إنفلونزا بس Life Attenuated أما في حالة الحمل الموضوع الحقيقة لسه عليه كلام ما هواش أمان 100% وما هواش مضر بنسبة 100% يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة الستات اللي ما أخدوش العلاج الأدالي مماب حصل على الأجنة عندهم مشاكل من المرض نفسه بنسبة 7.5% أما الستات اللي أخدوا العلاج حصل مشاكل على الأجنة بنسبة 10% يعني النسب بتاعة المشاكل على الأجنة تقريباً واحدة هنا بقى الطبيب هيبدأ يوازن ما بين استخدام العلاج أو إنه ما يستخدموش بناء على حالة الست اللي قدامه أما في حالة الرضاعة المونوكلون الأنتيباضي بيتكسر في الأمعاء بشكل طبيعي العلاج فعلاً بيوصل للحليب وبيوصل للطفل اللي بيرضع ولكن للأمان ما بنستخدمش برضو المونوكلون الأنتيباضي مع الرضاعة إلا إذا كانت فعلاً حالة الأم اللي بتردى محتاجة العلاج دوت طيب في حالة المريض اللي هيدخل عمليات زي ما احنا عارفين بعد العمليات احتمالية الإصابة بعدوة بتبقى كبيرة هنتصرف إزاي مع المريض دوت خد بقى البمبناية دي أي نوع من أنواع المونوكلون الأنتيباضي سواء الأدالي مماب أو غيره بيتوقف قبل العمليات من ثلاثة لخمسة half life يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنشوف متوسط عمر العلاج في الدم قد إيه؟ وهنضربه في متوسط من ثلاثة إلى خمسة على سبيل المثال هنا الأدالي مماب بيفضل في الجسم فترة قد إيه؟ بيفضل في الجسم بين عشرة لعشرين يوم كاملين يبقى ثلاثة في عشرة بتلاتين يعني أقل فترة المفروض أن أنا وقف العلاج قبل العملية بتبقى ثلاثين يوم ولو عندي إمكانية أكتر بيبقى أفضل يعني في الحالة دي لو وصلنا فترة أكتر من مئة يوم هيبقى أفضل بكتير كده احتمالية حدوث عدوى بعد العمليات هتبقى قليلة جدا النقطة الخمسة معانا في حلقة النهاردة وهي إيه هي أهم الأثار الجانبية اللي بتظهر على المريض إمتى تبقى خطر؟ ولازم حضرتك كسيدالي تنبه وتعلم المريض عليها فيه أثار جانبية بسيطة يعني شوية حساسية التهابات حكة مكان الحقنة نفسية ممكن يحصل شوية صدع أو ممكن يحصل التهاب في الجيوب الأنفية لكن فيه عندنا مشاكل تانية ولازم الشخص يتابع معها المريض لو ظاهرت عليه زي ممكن يحصل مشاكل في القلب زي الأريزميا ممكن يحصل بريكارديتس أو التهاب في الغشاء الخارجي للقلب ممكن يحصل نزيف في المعدة ومعدل حدوث الجلطات أو الكسور أو الأنميا بيزيد معاه وكمان لو فيه عدوى قديمة زي ما عرفنا زي فيروس الإيدز أو التيبي السل الرئوي أو حتى التهاب الكبد الفيروسي ممكن تنشط لو استخدمنا العلاج ده علشان كده دايما قبل استخدام العلاج الدكتور بيعمل تشيك ويشوف هل فيه عدوى من الحاجات دي ولا لأ وبسبب كل المشاكل دي مش هتلاقي أي مكان بيقولك استخدم الأدالي مماب أكتر من سنة دايما العلاج بيكون 6 شهور 8 شهور على حصل الطبيب لكن مفيش حد بيعد السنة مع الأدالي مماب يفضل هنا أهم كاونسلينج حضرتك كسا يا ضالي تعلم المريض عليه إمتى تقوله وقف العلاج بتاعك وارجع للطبيب على طول هنا أهم حاجة هي أعراض العدوى يعني تعلمه لو حصل عنده سخونة رعشة في الجسم ألم في العضلات صعوبة في التنفس ظهر دم مع البلغم أثناء الكحة أو وزنه بينزل ظهر قرح على الجلد أو قرح في الفم واللسان أو فيه إسهال بقاله أكتر من يومين فيه حرقان في البول كل الأعراض دي معناه أنه تعرض لعدوى ساعتها هتقوله وقف العلاج وارجع للطبيب بتاعك مباشرة ما تنساش ممنوع ناخد أي أدوية تخفض المناعة أثناء وجود عدوى ناشطة عند المريض النقطة السادسة والأخيرة في حالة النهاردة وهي يا ترى بقى إيه هي التفاعلات ما بين الأدالي مماب وما بين الأدوية التانية إيه هي خليك حفظها كده التفاعلات تقريبا كلها مع الأدوية اللي هتخفض لي المناعة زي حالة الكورتزون حتى لو بياخد كورتزون على هيئة بخخات للصدر أنا عارف إن طولت عليكم في حلقة النهاردة ولكن معلش دي ضريبة الصيدال الشاطر لازم تعرف كل حاجة عن الأدوية اللي بتتعامل معها بكده يكون فيديو النهاردة انتهى أتمنى إن أكون قدمت لحظاتك معلومة جديدة ومفيدة كل المتيريال ومصادر اللي بستخدمها هتلاقيها موجودة في لينك أسفل حلقة تقدر حلقة تحملها بشكل مجاني وكمان تسجيل الفيديو ده هتلاقيه برضو موجود في لينك أسفل حلقة كمان تقدر حلقة تحملها بشكل مجاني في النهاية ياريت لو عاكم محتوى الفيديو والقناة تعمل لايك وسبسكرايب وشير شكرا وما شوفكم الحلقة الجاية من أكتس فارماسيست فأمان الله